اشتركوا في القناة انه اليوم اكتمال القمر ومعنى اكتمال القمر يوم الجمعة يعني منتصف شهر شعبان وفي قراءة موجودة على القناة الثانية انا من العام الماضي منزلها فيديو قراءة للدعاء منتصف شعبان اسمه بصوت سعيد مناع ممكن تعملوا سيرج عليها بتلاقوه او رابط القناة الثانية موجود في صندوق الوصف فهاي الدعاء طبعا هو يقرأ ثلاث مرات كل مرة تقرأ سورة ياسين بنية معينة ويقرأ الدعاء لتكملتها وبركة هذا اليوم اللي هو منتصف شهر شعبان بيحمل كثير من الاسرار الطاقية وبرضو امور الها امور روحانية وربانية فهذا الدعاء يعني ان شاء الله انه ربنا يؤجرنا ويؤجركم في هذا اليوم الفضيل في هاي الجمعة المباركة اللي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويجعلها في موازين اعمالنا ان شاء الله طبعا انا رح اعملها وانزلها على جروب التليجرام يعني للمشتركين على الجروب تاعة تليجرام اما اللي مثلا بدهم اياها عن طريق اليوتيوب عادي يكتب دعاء منتصف شعبان بصوت سعيد مناع بيجدها وبيجد الدعاء اسفل منها يعني بيقدر يأخذه ويستمع الدعاء اذا هو بعرفش يلفظ بعض الكلمات فانا قرأته بصوتي على اساس اللفظ الاميين اللي هم الاشخاص اللي لا بعرف ولا قراءة ولا كتابة في دعاء منتصف شعبان الكامل اللي هو تقرأ سورة ياسين مش بصوتي والدعاء بصوتي وتكرر ثلاث مرات يعني بس انه يحطها ويسمعها ويضمر في نيتو ثلاث اشياء كل مرة يعني كل مرة يضمر بنية معينة طبعا هي لها شروط ثلاث نوايا طولة العمر وكف البلاء وامور زي هيه هذه هي انه من ضمن قراءتها ولكن انت بتقدر تغير مش شرط انك تلتزم بالنية هاي اذا عندك امر اخر ولكن اتق الله في الامور اللي رح تضمرها في نفسك اليوم توقعنا على يوم الجمعة 18 آذار مارس القمر موجود في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح رح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 11 و 25 دقيقة من الظهر اليوم الجمعة 18 ثلاثة لينتقل القمر بعديها لمنزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي وبما انه القمر ما زال موجود في برج العذراء فمعناته لغاية ساعات الظهر بتظل طبيعتنا الجادة هي المسيطرة ننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر ان الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا ونتفاء وهم امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعن اقتناء حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد والبديء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية اللي اليوم تأثيراتها طبعا هي مستمرة الزوايا الفلكية البطيئة اللي ما زالت تأثيراتها موجودة اول زاوية هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم تسعتاش ثلاثة مننشط فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاه في ذات الوقت وكما انها هاي الفترة بنقدر نعزز من قدراتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية اللي بين الزهرة وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم واحد وعشرين ثلاثة يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع بضل هاي الزاوية فعشان هيك بدهم ينتبهوا اللي علاقاتهم ضعيفة او في عندهم مشاكل عاطفية بالفترة هاي بدهم يضبطوا اعصابهم باكبر قدر ممكن بالنسبة للتاثيرات الدولية فطبعا اول بالمحيط تعنا فهي بدل على فترة غير مناسبة لطرح الانتاجات الفنية الى الاسواق لانها بتلاقي فشل او عقبات غير متوقعة وربما انه يعني يتعرضوا لبعض الحضر او المشاكل اللي الها علاقة بالمستوى الفني كما انه يستحسن تجنب اقامة الحفلات والسهارات في هاي الفترة لاحتمال فشلها او وقوع حوادث غير متوقع ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع بعض الحوادث طبعا هاي الزاوية بما انها تزديس وما بين الزهرة وبين اورانوس هاي بتفسد اخلاق الناس بسبب الانحلال الخلقي والتحرر بمعنى السلبي طبعا كذلك في من بعض يعني يفضل انه تجنب الاستثمارات في هاي الفترة لانه الاشي اللي له علاقة بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف يعني في هاي الفترة تراجع مفاجئ في المداخل فعشان هيك ما في داعي للمغامرات اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل اليوم اول زاوية هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون يوم سبعتاش الساعة سبعة وسبعتاشر دقيقة صباحا وهي زاوية تقابل سلبية يعني اكتمال القمر مية في المية وهي فلكيا بالدل على منتصف الشهر هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق صباحا هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ في تمام الساعة ثمانية وعشر دقائق صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 11 وخمس وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 11 وخمس وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش القمر بصير في برج الميزان ويعني هاي فترة افضل عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيا اكثر ومن ميل الاسترخاء ويجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا اقامة حفلة رغم انه في زاوية بين الزهرة وارانوس ذكرنا ان الحفلات والامور الفنية ما مننصح فيها فهذا الامر منلغي امر الحفلات اما اعادة تزيين البيت او المكتب اقتنع حاجية جميلة فلا بأس في ذلك طبعا اليوم ذروة الزاوية اللي هي ذروة التسليس الايجابية بين الشمس وبين بلوتو وذروة هاي الزاوية رح يكون الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء وعلما انه هاي الزاوية مستمرة من يوم خمسة عشر ثلاث ورح تستمر لغاية يوم اثنين وعشرين ثلاث هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم البنكرياس الامعاء الدقيقة المصران الاعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم الجهاز اجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين لغاية ساعات الظهر من بعد ساعات الظهر بصير الحساسية على الكلة الحالب المثانة البولية الاوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزائد الدودية طبعا هاي الاعضاء هي الان الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية واليوم بما ان اكتمال القمر لا ينصح باجراء العمليات الجراحية الا الضرورية جدا فقط لا غير اما بالنسبة لعمليات التجميل مثل الجراحة تحديدا فبرضو نفس الشيء ما مننصح فيها الامور اللي لها علاقة بالحقن او لها علاقة بتجميل البشرة فما فيه اي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا بما انه القمر رح يكون منتحس فعشان هيكي منقول انه لا يصلح لازالة الشعر الزائد لانه رح يصير سعيد في ساعات المساء اما انه يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلادي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا مطعوم كورونا اليوم يعني ممكن يترك بعض الاثار رغم اني انا بشوف انه ما رح يترك اي شيء ممكن ارتفاع في درجات الحرارة لفترات بسيطة جدا وهذا بندول الحالو او برست مولي افي بالغرض بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل ويستقر في برج الميزان معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد يوم عشرين ثلاثة رح يبدأ في تمام الساعة اتناعش تسعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة واربع واربعين دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر في برج العقرب اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل ست عشر يوم في تمام الساعة اربعة وتسعة عشر دقيقة بعد العصر بصير سبعة عشر يوم نسبة الاضاءة بتصير مية في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسة بنسبة خمسة عاش في المية القمر في العذراء ورح ينتقل الميزان ورح يمكث في الميزان حتى تمام يوم عشرين ثلاثة منتحس الان بنسبة أربعين في المية ولكن مع ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة عشرين في المية اما مع ساعات المساء بترتفع نسبة السعودي وابتصل لسبعين في المية عطارد في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة تسعين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة عشر أربعة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% أما نبتم في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود في البيت السادس لألكم هو في مرحل المقابلة يعني لغاية ساعات بعد الظهر بصير مقابلكم تماما فعشان هيك من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر اليوم الجمعة بيظل العمل بيتراكم عندكم أكثر من المعتاد فبدكوا تنتبهوا لعملكم ممكن تجدوا بعض الصعوبة في إنجاز الكثير من أعبالكم وفي نفس اللحظة لازم تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات الصحية ممكن اليوم يكون فيه نوع من أنواع التراجع الصحي أو نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين زملائك في العمل فبدك تحذر من هاي النقطة وما تتخذ أي قرارات في ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في البيت السابع مقابلكم فهذا بعض إيجابي على مستوى تعزيز شراكتكم وتقرب ما بينكوا بين شركاء المال والعاطفة وتعزيز العلاقة معهم ولكن طاقتكم لأنها بتكون ضعيفة فممكن تتعقد الأمور وتطرأ بعض البلبلة فعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحذروا القطيعة والدعاوة القانونية لأن الفترة هاي صعبة جدا وممكن أمور كثيرة تستفزت برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس وهذا بعزز نقاط قوة إلك بالنسبة لتعزيز أو التقرب من الأحباء من الآن لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة فعشان هيك إنشط في هاي الأمور لأنه ممكن تجد قاسم مشترك يجمعكم بأحباكم وبرضو اليوم هذا الشيء بيعمل تقارب جيد على المستوى العاطفي مستوى الحظوظ مستوى التقارب ما بينك وبين الأحبة ولكن بدون حساسيات ومشاكل في ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس فهنا بيبدأ العمل بالتراكم بدكوا تنتبهوا لصحتكم لأنه الواجبات كلها بتكثر عليكم وبتكثر المسئوليات فعشان هيك بتكو تنتبهوا وبرضو في نفس اللحظة بتكو تنتبهوا من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصحة برج الجوزة ما زالت الأجواء بتركز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة واهتمامات إدخل تعديل مناسبات اجتماعات لقاءات ممكن عتاب ممكن مشاكل ممكن مصالحات فكل هاي الأمور بتضلها على توترها لغاية ظهر يوم الجمعة من ظهر يوم الجمعة وبعد ظهر يوم الجمعة الأجواء بتتغير تماما فبصير الحظ حليفكم وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات وممكن تلطف الأجواء وتعدي العلاقات لطبيعتها اليوم الأجواء جيدة جدا على أي شيء بتقدم فيه ولكن الأهم ما تفرض سلطتك وسيطرتك على الأحبة وهذا الشيء اللي ممكن يخلق لك بعض المشاكل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان من الآن لغاية ظهر يوم الجمعة القمر موجود ما زال في البيت الثالث اللي بيخليكم تنشطوا على مستوى التنقلات والسفر والحوارات والنقاشات والإقناع والامتحانات ولكن اللي عنده امتحان بفضل أنا أنه يدرس يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض وأثناء تنقلاتكم على الطرقات بدك تكونوا أكثر وعيا هذا اليوم بسجل لكم لقاء مهم أو اتصالات مفيدة جدا تقدر اليوم تجري أي حوار أو نقاش والحج معك وقدرة الإقناع عندك أما من ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع اللي هو العلاقة في البيت البيت فبتفضلوا على التركيز أو بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم إشي إن كنت تجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم بالفترة هاي ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية أو ممكن عطل منزلي أو تصليحات أو التزامات هاي اللي بتطلب منك الاهتمام أكثر برج الأسد بالنسبة لما أريد برج الأسد طبعا من الآن لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع طبعا في بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من شراكة من تعويض مستردات هبات هدايا ولكن لأنه في خلو ومسار فإحنا بنقول لكم هنا بتكتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضيع أو من بعض المحتالين ممكن تناقش موضوع مالي أو تراجع بعض التفاصيل المالية أو تحل بعض الالتزامات المالية يعني الفترة هاي كلها بتتعلق بالأمور المالية أهم إش إنك ما تتخذ قرارات حاسمة إلا علاقة بالمال في هذا الوقت من ساعات ما بعد الظهر الأجواء رح تتغير تماما رح تنشطوا في أمور التنقلات والاتصالات ورح يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الإخوة مع الجيران وبتكثر النشاطات على حسب اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة ما استطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء إنك ما تتردد بالتحرك بالنسبة للموليد برج العذراء طبعا القمر عندكم فالطاقة أعلى بكثير في اليوم ثقاتكم بنفسكم أكبر وقدرتكم على السيطرة على كل الأمور ممتازة جدا وممتازة جدا وانت مميز اليوم بشكل كبير بسبب الطاقة والحيوية الموجودة عندك اللي رح تستمر معك بطاقتها العالية لغاية ساعات بعد الظهر بعد ظهر يوم الجمعة بعد ظهر يوم الجمعة الأجواء رح تتغير غير إنه طاقتك عالية جدا رح تهتم بأمور إلها علاقة بالميزانية بالأمور المالية بتحصيل المكاسب ممكن تهتم لا أسلوب جديدة أو طريقة جديدة أو يجيك دعم أو إلك الديون وتحصلها ممكن بعضكو يرغب في دعم أو قريب أو حبيب أو تقديم مساعدة أهم شيء إنك ما تبالغ بمصاريفك وحاول إنك تناقش بموضوعية ما تغامر بالأمور المالية نهائيا ممكن بعضكو يهتم ببعض الأمور المالية أو الاستشفائية خلال هذا اليوم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر بدكو تلتزمو بالانتباه بشكل جيد لصحتكم لأن القمر لسه ما وصل لعندكم عشان هيك بتجدوا أن التعب ما زال أنه مسيطر عليكم شوي بتتهرب أو بتبتعد عن الأضواء في نوع من أنواع الملل حاسس طاقتك ضعيفة جدا ممكن تلغي بعض الأمور ممكن تكون حساس جدا فعشان هيك اضبط أعصابك وخلي الأمور روتينية لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر ظهر الجمعة القمر رح ينتقل ويصير موجود عندكم فبتستعيدوا حماستكم بتنهمكم بإدخال التعديلات أو التغييرات على روتينك أو على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بدهم يكونوا حذرين جدا لأنه من الآن لغاية ساعات ظهر الأجواء ما زالت حليفة بتنشطوا اجتماعيا ولقاء الأصدقاء ومناسبة احتفالات اتصالات حوارات كلها هاي على المستوى الاجتماعي ممتاز جدا جدا ولكن لازم تستغلوا هاي الفترة لإنجاز كل الأمور المهمة واتخاذ القرارات اللي انتوا بحاجتها قبل ما تصلوا لساعات ظهر يوم الجمعة لأنه من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر رح يصير في بيت متاعبكم فبتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على العقد لا تبدأوا عمل جديد لأنها فترة فارغة من الحظ فخلال هاي الفترة حاول انك تركز على الأمور وتحللها بهدوء وابتعد عن الأضواء ما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتقدروا تحافظوا على سمعتكم وتحافظوا على علاقاتكم بالمسؤولين وتنجزوا أعمالكم أهم شيء ما تجازفوا بسمعتكم ولا حتى باستقراركم ولا باستقرار وظيفتكم بتكونوا تجنبوا التصرف الارتجالي كل شيء بدو يكون مدروس ما في داعي للمجازفات ولا المغامرات ولا للتهور ولا مخالفة القوانين طبعا هاي الأمور لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدين الأجواء بتتغير من تلقاء ذاتها لشكل إيجابي جدا فمن خلالها بتلتقوا الأصدقاء وممكن تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق وبيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف دعم تصوراتكم أهم شيء إنكم ما تستسلموا بل كرروا المحاولات عشان تنجح الأمور يعني الفترة إيجابية لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتنشطوا في أمور لها علاقة بالسفر بالاتصالات بالامتحانات بالنقاشات بالحوارات بالتعامل مع الأجانب بالدراسة بالأمور الفلسفية الأمور الدينية هاي كلها بتظلها هي اللي مسيطرة عليكم وتعطيكم دافع قوي جدا حتى على المستوى العاطفي والتقرب من الأحبة هذا الأمر رح يظل مستمر لغاية ساعات الظهر ظهر يوم الجمعة بعدين القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة فعشان هيك من ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة بتكون يعني تركزوا على سمعتكم أكثر ممكن تنجحوا اليوم بتعزيزها إذا ما خلفتوش القوانين وما عملتوا أي شيء شوه السمعة برضو اليوم جيد على المستوى الاجتماعي ممكن تخضعوا اليوم لعدة تجارب مهمة أهم شيء ما تضعفوا ما تجازفوا بسمعتكم حاولوا أن تقوموا بواجباتكم على أحسن ما يمكن وقدموا أفضل المستطاع لأن الفترة هاي انتم مقبلين على فترة فيها بعض القلق وبعض التوتر فبتكونوا حذرين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة بعدين ينتقل للبيت التاسع فعشان هيك من الآن لساعات ظهر ممكن تهتموا بالأمور المالية المشتركة اللي هي فيه شريك ما بينك وبين هذا المال فعشان هيك بتكون تخففوا من النفقات قدر الممكن وبرضو تنتبهوا لصحتكم أو صحت قريب لإلكم بدك تكون مرن حذر ما تكفل حد ما تضمن حد خلال هذا اليوم ما تغامر بالأمور المالية ما تتخذ قرارات وحاول أنك ما يعني ما تعتز كثير برأيك بالفترة هاي أو تتصلب برأيك حاول أنك تدرس الأمور واستشير الأمور المالية مش سهلة بهاي الفترة من ساعات ما بعد ظهر يوم الجمعة بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة أو تناقشوا مواضيع اليوم ورح يكون عندك قوة وذكاء وتتجرؤوا على رفض أي شيء ما بناسبكم من ساعات ما بعد الظهر طبعا لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة معني فيها بعض المزايا الممتازة برج الحوت طبعا بالنسبة لموليد برج الحوت القمر الآن في عمليات نحن نحكيها مع عمليات المقابلة فهو لغاية ساعات ظهره مقابلك بعدين بدون ينتقل للبيت الثامن فمن الآن لغاية ساعات ظهر يوم الجمعة بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء شركاء العمل شركاء العاطفة والأمور العاطفية والتقرب من الأحبة والأمور هاي فطاقتكم بتكون ممتازة جدا في هذا المجال والمصالحات والتفاهم مع الشركاء ولكن أهم شيء إنكم تكونوا الضابطين عصابكم ما تتهوروا ما تخالفوا القوانين في نفس اللحظة ابعدوا عن أي شيء ممكن يستفزكم كثير من الأشياء ممكن تصير اليوم يعني تطلب منكم الهدوء الكامل في هاي الفترة من ساعات ما بعد ظهر اليوم الجمعة بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء إنكم ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معكم ممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء